تحهدت الولايات المتحدة والصين بالعمل معا على خفض انبعاثات غاز الميثان ثاني أكبر الغازات المسببة للاحتباس الحراري وذلك في أعقاب محادثات بين مبعوثي المناخ في أكبر دولتين مسببتين للانبعاثات في العالم هذا والتقى مبعوث المناخ الصيني ومستشار المناخ في البيت الأبيض للمرة الأولى منذ توليهما منصبيهما ومغادرة سلفيهما الذين تعاونوا من أجل التواصل إلى توافق خلال قمة كوب 28 التي احتضنتها دولة الإمارات وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن مسؤولي المناخ في البلدين بحثا كذلك إنجاح قمة كوب 29 في باكو أذربيجان التي ستعقد في شهر نوفمبر